يا حسين يا شهيد بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلوم ما ظلم أحد في هذه الدنيا كما ظلم أهل البيت عليه وسلام سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمين من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهو قلقان قلقان تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويغور فكري في الزمان ويتهموا بي قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وسآخ يلملم ما خلت أن الدهر من عاداته وويله ومصيبته ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخرون ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا أيها إماما أيها حسين أيها غريبا أيها مظلوما مثل ابن فاطمة يبيت مشردا أيها حسين ويزيد في لذاته يتنايا أيها عمو ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء أرحبوا خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها أيها وبه تشرفت الحطيم وزايا أيام زمو وين المصيبة يا مؤمن لم يدر أين يريح بدن ركابه أيها فكأنم المأوى عليه محايا أيها الرمو حمال ضعون من المدينة وشال وياه صفوة من هلاء شيعة لتحمل حمال ضعون من المدينة وشال بالليل وياه صفوة من هلاء شدت على الخل وزينب تعاين للوطن ودموعها تسيل تنادي بجمعنا نعود لو يتبدل الحال لشن يزينب تخافين وعندك رجال قبل المصيبة بالهضوم وذل تحسين اشلون حالك لو مشاو كلهم عن حسين تالي العشير حسين ظلم توسد الرمال آياء 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 طلعنا طلعنا بشملنا من المدينة ساعد الله قلبك مولاتي يا زينب طلعنا بشملنا من المدينة والناس جاءنا وحاسدينا ولرذكروا بلى لما لفينا أخونا ذباح وإحنا انسبينا ولما لما لرذكروا بلى لما لفينا أخونا ذباح وإحنا انسبينا يا أخونا ذباح وننسبنا من قلبك يا مؤمن آياء لكن ما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا أهل الله وإنا إليه راجعون وارد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونواها هافلكم فإنها سورة الحسين سؤال يطرح أيها الأحبة ما هي العلاقة ما بين سورة الفجر والإمام الحسين عليه السلام نذهب إلى كلام المفسرين حول هذه الآية الشريفة فبعض المفسرين قالوا بأن ارتباط الإمام الحسين عليه السلام بسورة الفجر متعلق بآخر السورة يقول الله سبحانه وتعالى يا آيتها النفس المطمئن رجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فيسأل الإمام سلام الله تعالى عليه وكيف أصبحت هذه السورة خاصة بالحسين عليه السلام فيجيب الإمام ألم تقرأ قوله تعالى يا آيتها النفس المطمئن رجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الحسين هو صاحب النفس الراضية المرضية إذن الرأي الأول يقول أن علاقة سورة الفجر بالحسين سلام الله تعالى عليه مرتبطة بآخر السورة ورأي آخر يقول بأن علاقة الحسين سلام الله تعالى عليه بسورة الفجر هو في أول السورة يقول الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر هل في ذلك قسم الذي حجر الله هنا يقسم عندما ناتي إلى المفسرين نجد بأنهم قد حاروا في تشخيص الليالي العاشر الفخر الرازي عنده رأي في المسألة يقول بأن الليالي العاشر التي أقسم الله عز وجل بها هي الليالي الأولى من عاشراء الليالي الأولى من عاشراء هي التي أقسم الله تعالى بها في سورة الفجر وأنتم تعلمون أيها الأحبة بأن الله سبحانه وتعالى عندما يقسم في القرآن الكريم فإنه يريد أن يبين أهمية المقسم به عظمة المقسم به شأنية المقسم به لهذا نقرأ في هذه الآية الشريفة والعاصر إن الإنسان لفي خسر بعض المفسرين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى يقسم بهذه الفترة الزمنية التي هي بعد الظهر هذه الفترة الزمنية الله يقسم بها ولكن أهل التحقيق من التفسير لا أهمية لهذا الزمن المتصل بعد الظهر إلى قبل الغروب لا أهمية له بما هو هو عندما نأتي إلى روايات أهل البيت سلام الله تعالى عليهم نجدهم قد بيّنوا المراد من قوله تعالى والعاصر ومن قسمه عز وجل والعاصر إن الإنسان لفي خسر إمام النصادق عليه السلام يقول والعاصر هو عصر خروج الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه الله عز وجل يقسم بذلك الزمن بخروج الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى في رجو الشريف إذن الله سبحانه وتعالى استخدم أسلوب القسم في القرآن الكريم من أجل بيان أهمية المقسم به من هنا نعرف أهمية هذه الليالي والأيام البعض يقول لماذا تجعلون في محرم عشرة أيام للحسين ونحن عندما نقرأ مثلا شهادة الإمام الحسن المشتبى أو النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام الهادي أو الإمام الرضا نجعل لهم يوما واحدا هذه الأيام لها خصوصية خاصة الله يقسم بهذه الأيام والفجر وليال عشر إمام الرضا عليه السلام هو القائل بأبيه وأمي إذا دخل شهر المحرم يحكي عن مولانا الكاظم سلام الله تعالى عليه إذا دخل شهر المحرم لا يرى أبي ضاحكا وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي عشرة أيام منه عشرة أيام فإذا كان اليوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبة يوم بلاء يوم بكاء بالنسبة إلى الإمام الكاظم عليه السلام والفاجر وليال عاشر هذه النقطة الأولى النقطة الثانية كيف أصبح الإمام الحسين عليه السلام صاحب نفس مطمئن علماء الأخلاق عندما قسموا النفس قسموها إلى ثلاثة مراتب المرتبة الأولى قالوا النفس الأمارة والنفس والنفس اللوام والنفس المطمئن النفس الأمارة هي النفس التي تميل إلى الشهوات إلى الأهواء تميل إلى المعاصي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء هذه أول مرتبة أفضل منها النفس اللوام هذه النفس التي تحاسب عندما يرتكب الإنسان معصي أمار نراه يجلس بينه وبين نفسه يحاسب نفسه ما الذي صنعته ما الذي فعلته لماذا ارتكبت هذا لماذا فعلت هذا النفس اللوام تلومه على معصيته تلومه على فعله وأعظمهن النفس المطمئن هذه النفس التي سلمت لله عز وجل إن كانت في خير هي مسلمة وإن أصيبت ببلاء هي مسلمة إن عاش الإنسان في نعيم يشكر الله سبحانه وتعالى وإن اختبره الله سبحانه وتعالى يشكر الله سبحانه وتعالى هو مطمئن كل ما يجري عليه مطمئن أنه بعين الله عز وجل لا يخاف شيء لا يهاب شيء هون ما نزل بي أنه بماذا بعين الله عز وجل إلهي إقرأوا أدعية الإمام سلام الله تعالى عليه في عاش وراء إلهي رضا برضاك الإمام سلام الله تعالى عليه وصل إلى هذه المرتبة إلى التسليم لله سبحانه وتعالى إلهي تركت الخلق طرا في هواك وإيتمت العيال لكي أراك الإمام سلام الله تعالى عليه فوضى أمره لله سلم أمره لله مطمئن بكل ما سيجري عليه في المستقبل لأنه بعين الله عز وجل إذن إمامنا سلام الله تعالى عليه هو صاحب النفس المطمئنة الراضية المرضية بأبيه هو وأمه هذه الأيام عادة ما يقرأ الخطباء عندما خرج الإمام سلام الله تعالى عليه من المدينة جاءت رسالة إلى الوليد بن عقبة وكان والي المدينة آنذاك من يزيد بن معاوية يطلب منه أن يأخذ البيعة له من أهل المدينة عامة ويقول يزيد بن معاوية واخذ البيعة من الحسين خاصة فإن أبى إن لم يقبل الحسين يبايع فأضرب عنك هذه الجرأة على ابن رسول الله هذه الجرأة على سي الشباب أهل الجنة هذه الجرأة على هذا الإمام الذي قال فيه رسول صلى الله عليه وآله أحب الله من أحب حسين ولكن أنا ليزيد أن يعرف مقام الحسين عليه السلام فاستدعى الوليد بن عقبة إمامنا الحسين بأبيه وأمه جمع الحسين فتيان بني هاشم وذهبوا إلى قصر الإمارة هناك كان مروان بن الحكم جالسا مع الوليد بن عقبة فقال للوليد بن عقبة خذ البيعة من الحسين بن علي وإن أبى فاقتله هذا الملعون مروان بن الحكم عندما دخل الحسين عليه السلام أعلمه الوليد بما يريده يزيد بن معاوية فقال له الحسين مثلي لا تأخذ منه البيعة سرا أنت يوم غد عندما تجمع الناس وتطلب منهم البيعة نأتي معهم فقال له مروان بن الحكم لا تدع الحسين يخرج إن خرج لن تراه مرة أخرى إن خرج اقتل الحسين فنظر الحسين إلى مروان بن الحكم قال أنت أم هو يقتلني ثم نظر إلى الوليد بن عقبة قال يا أمير إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الواحي ويزيد رجل فاسق شارب الخامر قاتل النفس المحترم معلن بالفسق ومثلي لا يبايع بمثله خرج الإمام الحسين عليه السلام لكن أين يتوجه بأبيه وأمه ذهب إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله علم الحسين بأن المشروع الرباني قد بدأ منذ هذه اللحظة فذهب إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله يشكو له ما ألم به عندما وصل إلى قبر النبي كأني بالحسين جلس على قبر النبي وضع خده على القبر الشريف فهو ينادي السلام عليك يا رسول الله أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفته في أمتك فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم خذلوني ولم يحفظوني أنهم خذلوني يا رسول الله ولم يحفظوني وهذه شكوتي إلى يوم ألقاك ثم بات الحسين تلك الليلة عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي لله ركعات إلى أن غفل حسين على قبر النبي وفي عالم الرؤية جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله مع لفيف من الملائكة وهو ينادي بني حسين عجل إلينا فنحن مشتاقون إليك وإذا بالحسين صلى الله عليه يقول يا رسول الله لا أريد الرجوع إلى الدنيا ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم رأسي قبل إباني المشيب فعلى من داخل القبر صياح ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء نبلاء لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا فاتخذ درعين من صبر وحزم سابغين أبا عبد الله ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلا وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلئي من الأصل شمران قد على صدرك الطاهرة بالسيف يحوزولها داجان أجركم الله قام من نومه توجها إلى أهل بيته أخبرهم بما رآه ثم أمر عياله وأطفاله ونساءه بالاستعداد للذهاب إلى مكة هيئوا القافلة بدأت النسوة يهيئون الركب الأطفال بني هاشم هناك يقال بأن للحسين طفلة صغيرة أخذت تنظر إلى حال الحسين إلى إخوتها إلى بني عمومتها هي أيضا أخذت ترتب أغراضها تهيئ نفسها للرحيل لكن بأبي هي وأمي عندما جهز الحسين الركب وهم بالمسير نظرت إلى نفسها لم يناديها مولانا الحسين تقل لي أبوي أحسين وياكم اخذوني وياكم اخذوني عقوبكم يا هلي تعمن عيوني وحيدة بهالبلد لا تخلوني مريضة والجسيم يلضم بس بني فاطمة العليلة أنت صغيرة وأنت مريضة لا تستطيعين على السفر بني كأني بها بلسان الحال هذه الطفلة الصغيرة أبوي أخذوني وياكم أسرج الخيل ومدفر أشكم لا تشل تشلي أبوي أخذني معك خادمة لكم لكن لا تتركني في المدينة ودعها الحسين أيها الأحبة انطلق الركب الحسيني لحظات الشاعر يصور هذا الموقف يتخيل وكأن هذا الموقف جرى في ذلك الوقت كأني بالركب الحسيني يسير وإذا بأمرأة تنادي بني بني حسين يا نور عيني التفت الحسين من المنادي وإذا به هذه أمه أم البنين جاء إليها ماذا تريدين أمه قالت بني ولدي يا ابن رسول الله نادي لي العباس جاء العباس إلى أمه سمعا وطاع أمه ماذا تريدين إذ قل يا عباس يا وليادي يا وفاي سيقيتك يا يم من ما يعيناي وريد الأجر طلبتي هاي وريد الأجر طلبتي هاي هاي قبل حسين لا تشرب الماء يا ابن وإن شان خل الصبيط راسك بحجرة رجع كريمك يا حبيبي على الغبرة ليش يا يم يقول هاي يا أبو السجاد يم 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 الكرب لا تجيني يم 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 الكرب لا لا تجين لا تجين أنت بحسبة أمي يم قلب حنين ليش يا يم ليش ما تأخذوني معكم أخافض العج ينكسر يم البنين أخافض العج ينكسر يم والبنين أخامت العدوان حرق بابها لكن ما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمطقين إلهي نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن قبولك يا كريم اللهم عجل لي وليك الفرج اللهم عجل لي وليك الفرج اللهم عجل لي وليك الفرج اللهم شافي وعافي جميع المرضى وارفعنا هذا البلاء والوباء بحق محمد وآله النجباء عليهم السلام وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وكل من مات على ولاية أمير المؤمنين لسلامتكم وليسلامة ذويكم ومتعلقيكم وليسلامة مولانا صاحب العصر والزمان رحم الله اللهم يقرأ الفاتحة مع الصلوات اللهم صلي على محمد وآل محمد سلام 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 على المصطفى وأهل بيت الكرام سلام 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 على المصطفى وأهل بيت الكرام اشتركوا في القناة